السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله طبعا البنية ديارك كل ام كتمنى شوف بني تعروسة وهذا الامر هيم لكن بعض الناس كبالهم مثل الجبال ومثل البحار الحصول على عريس في هذا الزمان لكي في ازمة اقتصادية وغلاء السكن وغلاء المهور وضعف الاجور وقلة فرص الشغل والشباب يجد الحرية في الحياة العامة كي قل لي ماذا اقيد نفسي بزواج تكلفته صعبة والمدونة تهددني باحكامها الجائرة ماذا علي ان اصنع هذا يؤدي الى عزوف الشباب عن الزواج ويؤدي الى بوار البنات ثم البنات يبحثنا عن زوج كيف يصنعن اللي هي عند نصيب من الجمال تتزين وتتعطر وتفتح كونت في الفيسبوك وتبدأ تبحث عن فارس احلامها اللي بسكينا بعيثة وما عندها ظهر وصورة علاقة الحال راها كتقلب بالطرق مختلفة اما كتدعو الرحمن واما لا مكاش عند الايمان كتقول يا صاحبتها يا اللهم شو ندر القابول راكي القابول عند فلان وفلانا وديرو كده فظهر مجموعة من الناس يأكلون اموال الناس بالباطل اجن دلك القابول وغاجب الف درهم الفين درهم تلت الاف درهم وكتطلع القضية كلها كده كتعود سوق رائجة والعياد بالله مع العلم ان الطريق للوصول الى الهدف المنشود واضح وبسيط هو طريق الله من اللي نشعر بانني اننا بابواب مغلقة وما عندي ظهر ما نشكي على حد ما نطلب حد لان اي حد هو مخلوق مثلي مثله هو براسك يقول هل من مزيد اذا علي ان اطلب الخالق ببساطة عندنا الموعيد مع الله خمس اوقات مع الله ربي عز وجل قل لك اجول عندي عندي لكم موعيد اضربه معكم خمسة مرات في اليوم في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه اوقات للعامة صلوات الخمس هي موعد للقاء مع الله للعامة وهناك وقت للخاصة خاصة متى يكون هذا الوقت الخاصة في جوف الليل في قيام الليل كان النبي الكريم يقول له يا ايها المدثر قم فانذر ومرق قل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قيام الليل هو صلة بين الله وعباده الخاصة فلماذا ايها احب الكرام نحرم انفسنا من ان نكون من اهل الله الخاصة نفيقوا في جوف الليل نتوضوا نصلوا لله تعالى ونتني عليه خيرا يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا رزاق ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يسمع هذا الكلام من عباده المؤمنين فيتجلى عليك بالعطاء اطلب ما تشاء كل قيام ليل الترث الأخير ينزل ربنا الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من صاحب حاجة فاقضيها له قم الليل وسوف ترى العجائب العجاب اذا اردت ايها الاخت الفاضلة زوجا لا تستحي اطلب من الله وقول له بالطريقة التي ذكرها العلماء في طلب الزواج قل يا الله يا واحد يا احد يا من لا صاحبة له ولا ولد ارزقني زوجا وولد اللهم انس وحشتي اللهم وهكذا دعاء كثير ربنا عز وجل يحب هذا الدعاء فيفاجئك ويعطيك زوجا برزقه وفضله وخلقه وجماله وأسرته الطيبة كعطيك الله عز وجل كيف كان قلوحنا بالدريجة جاج بك مودها فروج بك موده بالخير دياله بإذن الله فقط ان الانسان لا يتردد عن دعاء الله يقترب من الحق سبحانه وتعالى فاسأل الله الكريم للنائمة ان يرزق ابنتك زوجا صالحة في القارب العاجل الى كان عناش مانع من الموانع اللهم يا رب بحق كلمة قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ابطل عنها كل مانع وافتح لها ابواب الفرج وهيئ لها من امرها رشدا واختر لها زوجا طيبا مباركا وارزقها منه ذرية طيبة وارزقها عائلة كريمة اللهم عجل لها بالفرج ولجميع بنات المسلمين قلوا معنا جميعا امين 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 يا رب العالمين